بحب أعطي فرصة للمشاهدين يمكن أنت عم بتمر في نفس الآلام آلام المرض آلام الفقدان آلام الأوجاع آلام كل أنواع مثل ما سمعنا فيه جسدية نفسية وروحية آلام في الأسرة تفكك الأسرة آلام التوقعات كان عندك توقعات أن يكون عندك ولاد وبنات مؤمنين يكون في الإيمان وعم بتتوجع من أجلهم حتى يحصلوا على نعمة الخلاص اليوم فيك ترفع عينيك للرب يسوع بحب الآية المكتوب يقول الكتاب في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم رب نزل سمع الأنين سمع الشراخ العبرانيين في أرض مصر نزل لينقذهم الرب بيسمع الرب بيشوف والرب مش تاركك يمكن عاوز يعطيك نعمة كأن مش شايف المعجزة اليوم مش شايف الخلاص مش حاسس فيه فداء يعني إشي يرفعك ولكن اتأكد أن الرب موجود وبيعطيك نعمة ومنسوب نعمة أعظم من اللي أنت بتتوقعه حتى تتحمل حمال